اشتركوا في القناة وعشرين والآله كسب المباراة دي اتنين واحد وكان فيه كورة وفيه بنالتي اللي حسيني الشحط ما تحسبش وفيه كورة اللي جات في ايد دي حي يعطيها طالله لو بيلعب دلوقتي في الاهلي حاليا لفت الايام وجي يلعب في الاهلي كان بييده برسلتا وكان حين فرد والحاكم ما تردوش كيه موضوع كي يعني اثار كثير من الجدل اهو طيب لما الحاكم ليبي اتقال عليه كل هزا الكلام اللي حصل اللي اتحد الافريقي قالك فيش كلام منت الزمالك رسميا المتحدث الرسمي قال لأ احنا عايزين الحاكم احنا مش موافقين على الحاكم لا اسباب لن نذكرها وكذا 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 والدنيا في السوشال الكلمة القصة دي سواء اهلوي او زمال كوي الحاكم معتز الشلماني طب خلوني يعني عشان خاطر برضو احنا تناولنا هذا الامر وناس اتكلمت ما بين متفق في اسناد هذه المباراة ليه او يارى ان كان هناك من كان افضل منه في نفس هذا الاطار معنا من ليبيا الحاكم الدولي السابق الكبير وخابير التحكيم طبعا المشهور في ليبيا وفي الوطن العربي كابتن وحيد صالح مساء الفل السلام عليكم مساء الخير استاذ محمد شبانة وخير ليك ولكل المشاهدين الكرام اهلا ليك يا كابتن في مصر العروبة مابض الوطن العربي والله يا كابتن وتشرف ان انا يكون معاك سيد محمد ولكل المشاهدين للقناة المحترمة اي تي سي في هذا البرنامج الرائع الله يا كابتن وحيد الاول انت تتكلمني من ليبيا ولا منين نعم انا اكلمك من طرابلس العاصمة من ليبيا نعم اوكي اصلا اعت في ليبيا كذا سنة وانا صغير كنت في بنغازي اه في بنغازي كان في كده مدينة صغيرة جنب بنغازي اسمها المرج تقريبا اه المرج اه هذه المرج اللي هي مدينة الكابتن المعتزد الشلمان يعني يا سلام يا بلدياتي بجد ده انا دخلت مدرسة هناخد بالك الاسمها المجد ابتدائي في المرج دي نعم نعم في مدينة المرج هي تقريبا اقل من 100 كيلو على ما ايو انا كنا على طول الويك اند في بنغازي على البحر على طول على البحر اه مظبوط بالعلمك يعني ليبيا بلد جميلة وبلد مريحة وشعب جميل والله العظيم يا رب باذن الله يعني ليبيا تظل ابيا وقوية ومتلحمة وكل التقدير لشعبها الليم المحترم لشعب الليم المحترم بارك الله بالكيد محمد احنا دايما نقوله شعب واضح عنه امتداد لبعضنا نعم اشتركوا في القناة